تمام? يعني هدور على التصميمات دي ازاي? بوردة ممكن اجيب بوردة جاهزة. ابدأ ان انا اغير فيها او اعمل لها اديتينج. وابدأ ان انا اعدل فيها. وازبط الحاجات اللي انا محتاجها. وعلى طول ده بيوفر عليها وقت كبير جدا بدل ما ابدأ بوردة من الاول. ولكن بس عشان دبقى برضو دهنت صغير. ان انت لما بتبدأ بوردة من الاول هو طبعا افضل. بس في ناس مش غويين او الموضوع. هو عايز يعمل بوردة فمحتاج يعمل الكلام ده في وقت سريع. ما يعودش بقى ايه? تقابله مشاكل. بيبدأ يدور على حل والكلام ده كله. فالحل للناس دي ايه? مجرد انت بتضغط على هنا على هيبدأ يظهر لك الكلام ده. تمام? مجرد ما تضغط بس على هنا ابدأ ابحس على المشروع اللي انت عايز تبحس عنه. ايا كان هو ايه? ايا كان هو ايه. اكتب مسلا اردينو هنا. تمام? واعمل سارش. اضغط انتر. هيبدأ يظهر لك يعني مش عايز اقول لك الوفات التصميمات. شوف. شوف في كان موجودة فيها تصميمات. هتبدأ تتفرج على التصميمات اللي زي دي. طيب انا هبدأ استخدم دي. ان شاء الله نتكلم عليها في المرة اللي جاية. طبعا? نفس الاي سي. مستخدم نفس الاي سي. والشريحة بتاعة الاف تي تاتة عشرين اتنين ار ال. اللي هي الشريحة اللي بتحول من يوز بي لتيتي ال والعكس. تمام? هو ايه عندك? حتى موجود معمول حساب الان ار اف موديول. بحيس لو انت هتوصل الان ار اف. يبقى معمول حسابه على الاطراف دي. موجودة متصلة داخل التصميم. وطبعا مجموعة تمام? طيب ايه الهدف انما اصلا اوريه لك دايرة زي دي? يعني المفروض انت هتستفاد ايه? هو المفروض ان احنا في الاخر بنتكلم في جزئية السكماتيك او مخطة الدايرة. المفروض ان انت تتعلم من الدوائر جيه. تشوف طريقة التواصيل بتتم ازاي? تشوف ازاي هتتعامل مع الاسئلة اللي ممكن تظهر لك بعد كده. اللي هو هو انا ببدأ الدايرة ازاي? طب هل فيه امبوت? بتعمل معاها بيه امبوت. طب الخامسة فولت بيتوسره باي? طب الجراوند بتاع الدايرة. طب هل الدايرة كلها ليه ايه نفس الجراوند? طب الفي سي سي بيبقى نظامه عامل ازاي? طب انا في جردة الاردوينو بيبقى عندي ان انا يا اما مد الاردوينو من اليو اس بي تمام? يا اما مد الاردوينو من الابتور. فهل معمول الكلام ده حسابه هنا? فالكلام ده المفروض انت تتعلمه من ديزاين جاهز زي ده? ده عبارة عن ديزاين جاهز متاح. التصميمات الجاهزة وتاخدها وتعدل عليها. وتبدأ دائرتك من هنا بدلا ما انت تبدأ تصميم المخطط من الزيرو. وبالتالي هيتطلب منك وقت ومجهود كبير جدا عشان تنهي تصميمك. ده مش معناه ان انا بقول لك ان طريقة ان انت تبدأ من الزيرو دي طريقة خلط لا. انا مقصودش كده تماما. دي الطريقة الاصح. ولكن انا بقول لك كام مبتدئ? اتعلم في حاجات زي كده. لحد ما تبقى محترف وتعرف تستخدم التولز بتاعتك كلها بشكل سليم. ابدأ صمم الدايرة بتاعتك من البداية. وطبعا هيبقى ارياح لك لانك هتبقى فاهم كل حاجة وانت اللي عمل كل حاجة من البداية. فيبقى من السهل عليك ان انت هتعدلها في ما بعد. دايرة زي دي انا شايف ان انت هتستفاد منها. استفادة كبيرة طيب دي ملها ومال الهوم اوتومايشن. انت قلت ان انت الهدف من الكورس في النهاية او التطبيق بتاع الكورس هيبقى على بوردة assumes صح. التطبيق هيبقى على بوردة lasers بس دة في اخر universo. ما ينفعش ادخلك على بوردة وانت مش كويس في محطة الدايرة ومش كويس في pendعا. يبقى هنبزل مجاود كبير جدا في دايرة على بل ما نفهمها. كده. خلينا هنا في البداية لحد ما نفهم كويس احنا عايزين مجموعة الافكار اللي عايز اوصلها لك من خلال الكورس. بعد كده نبدأ فداية الهوم وتوميشن واحنا مرتاحين. وفاهمين مخطط الدايرة كويس. وفاهمين تصميم البي سي بي بشكل كويس. ده تصميم بوردة اردوين اونو. مختلفة شوية عن البردة التانية لان تم مراعاة في البردة دي شوية حاجات بتنقص البردة الاصلية. زي ايه? البردة الاصلية شوية الحاجات اللي بتنقصها ان انت عندك هنا البنهيدر بتاعك كلهم سطر واحد. يعني ايه سطر واحد? يعني هو بالنهاية واحدة. طب افرد انا عايز اوصل حاجتين بنفس الطرف. عايز اوصل حاجتين بنفس الطرف. طب ده بيبقى افضل في التوصيل. عايز تاخد خمسة فولت يبقى فيه طرف تاني هنا قدام الطرف ده تقدر تاخد منه خمسة فولت. تمام? يبقى بنفس الفكرة كده. فهو الرجل عمل حاجة كويسة جدا في التصميم انه هو ضعيف لك عدد البنهيدرز دول. بحيث يبقى كل صف تحتيه صف كمان. يبقى انا كده صفين في المكان الواحد. صفين هنا. صفين هنا. صفين هنا. اده اول حاجة. طبعا هو ما اعتمدش. ما اعتمدش على الاس ام دي او السيرف اس ماونت ديفايز اللي هو اللي بالمنظر ده لأ. هو اعتمد على او تمام كده? دي مجموعة المراحزات اللي في البداية اللي لازم اقولها لك قبل ما اوريك التصميم عشان تبقى متخيل معي في التصميم الدنيا مش هزي. قلت لما بتيجي توصل ال الى ان ما فيش هيدر اصلا الان ار اف. انت بيتوصلهم هنا. صح كده? كمان التلاتة وتلاتة بتاخدهم من هنا. فبيبقى منزر يعني بيبقى الموضوع مش مريح. تمام كده? فانت اصلا في عندك ادابتور بيحول من ال او موديول الان ار اف. على طول لبنهيدر معين كده البنات تحت بعضها. فهو برضو عمل حسابه ان هو يضيف البنهيدر ده بحيث يسهل عليك عملية توصيل موديول الان ار اف. لو انت هتشتغل شغل او شغل اتصال لسلك باستخدام الموديول.